اشتركوا في القناة وكل سعادة نواصل معكم هذه الحلقات المميزة من اهلا بالعيد اليوم برنامجنا تحت عاي كريمي من شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعية شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعية دائما بالعلامة والماركة المسجلة باسمها ايميك كل الاحترام والتقدير لكل القائمين عليها وتحديدا للحج الغالي على قلوبنا المهندس بلال المصري تحديدا اليوم راح نتحدث مع شركة في خلالها البرنامج قد الشركة المصري فعلا للمعدات الصناعية مميزة وان شاء الله هي متميزة بكم ومعكم ولأجلكم خليكم معنا نشوف الأجواء نساء للناس وفي هدايا من شركة المصري للمعدات الصناعية مشاهدين العزاء اكيد متواصل معكم مع شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعية في طول كرم دائما فرعها موجود مقابل الملعب البلدي وتحديدا مقابل التربية والتعليم كل عام تم خير تمام بخير يا رب احمد الوردني سهلا فيك احمد شو طبيعة شغلك احمد بالحجر بالحجر تمام كثير طيب تحضيرات العيد كيف الحمد لله تمام 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 يا سيد العزيزي احنا اليوم اكيد احمد مبسوطين كتير لشغلتين انه مع اقتراب قلو العيد الاضحى والشغل الثالي في شركة المصري الهندسية للمعدات الصناعية اللي هي اليوم ترعى هذا البرنامج من وجهه لبقى اكبر تحية موجودة طبعا في طول كرم موجودة في جنين موجودة في قلقيلي بالاساسي من قلقيلي انطلقات موجودة في رامالله وايضا قريبا في نابلس شركة من المعدات الصناعية مميزة وإلهم علامة وماركة مسجلة باسمهم آيميك تمام معدات صناعية كل مخترب بالك كل شيء معدات صناعية مخترب بالك عندهم تعرفهم؟ والله أنا أعرفهم بس بسمي الشرف اللي عرفتم يلا منيح معناته إذا خدت كوبون وراحت عندهم على المحل ومن هناك شوفت شو في عندهم وخدت الخصومات بالإضافة لكل المتعلقات في موضوع حتى الهدايا العينية أكيد إن شاء الله راح تكون لك فرصة لمعرفتهم أعطيك سؤال جاهز؟ إن شاء الله السؤال السيد العزيز ركسي منيح شو بتلاحظك؟ أنا جاهز عليه ما هو النظام الحكم المتبع في اليابان؟ حكم سياسي عادي يعني في طلع حكم جمهوري في حكم ملكي ملكي؟ مش كثير صح؟ جمهوري؟ مش كثير صح؟ حكم ذاتي لأنه في شيء رغل يباني لا 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 خلنا أعطيك خيارات هل هو حكم ديمقراطي؟ حكم جمهوري؟ حكم بيرقراطي؟ حكم إمبراطوري؟ في إمبراطوري في إمبراطوري؟ صح؟ إلهي إمبراطوري شو معناته؟ في إمبراطوري الشكل حكم إمبراطوري إيجابي صحيحة بتربح معنا أكيد من الشركة المصري للمعيدات الصناعية الفضال هذا هو كرت خصومات في حال برتشري أي عدة بالإضافة لجوائز عينية رح تأخذها لحظة ما تسلم الكرت وهذا مدته تقريبا شهر يعني من بدء من اليوم تمام يا سيدي؟ تمام يا سيدي بارك الله فيكم كل عمدت بخير وأنت بألف؟ كل عمدت بخير صحة السلامة كيف أمورك؟ الحمد لله تمام حرف عليك؟ محمد صلاح إيران من الخمس أنا وسألها فيك حبيبي حياك حبيبي عمدت عملك؟ بالبنيان بالبنيان؟ كل الاحترام يا سيدي العالم حبيبي الله كيف شاهدت حضرات العيب؟ إن شاء الله تمام ممتاز إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي اليوم كمان نحكي عن شركة المصري المعدات الصناعية بتعرفها؟ أين نعم اللي هي إلها علامة مسجد آيميك مميز كثير أكيد هاي سبقت عملت معهم شركة المصري؟ طب يعني مش المتواصل أما شغلات بسيطة يعني وخفيفة معدات خفيفة وبكيت أشكل عندهم ممتاز كثير مميزين وكل التحية لأخواننا في شركة المصري للمعدات الصناعية في كل فروحة بدءا من قلقيريا وهي الأساس وصولنا الارجينين طول كرم وكمان رام الله وقريبا إن شاء الله في نابس أهلا وسهلا فيك حبيبي هياك الله الله يخليك يلا نعطيك سؤال سؤالنا ليلك خد هذا السؤال يا سيد العزيز ما هي الأميرة التي تزوجت من شاء إيران؟ من هي الأميرة التي تزوجت من شاء إيران؟ نعرف شاء إيران قبل الفوضة الإسلامية إلي صارت في إيران ففي أميرة تزوجت طبعا هي مصرية ولكن بديش أغير صعب السؤال عليك أخت مين من اللي حكموا مصر واعتبروا صار مصر من اللي حكموا مصر ملك فاروق ملك فاروق مم اللي هي أوكي تمام هون صاح أخت الملك فاروق صاحي طب شو اسم بتعرف؟ ببلش بحرف الفا آآه ببلش بحرف الفا اسم عتيك بس ببلش بحرف الفا فاوزية لا الثاني فاوزية فاوزية طيب أخت الملك فاروكة فاوزية هي التي تزوجت شايران فضلا عجبتك الله يخليك الله يخليك طيب أسيدر عزيز هذا الكرت عبارة عن خصومات لو خيشت المعدات ونضاف لها جواز عينية وبدنا نشوف لقدام معك شهر الشركة مش راح تقصر معكم وإن شاء الله بكون لكم توفيق معها حبيبي الله رفوكم يعطيكم ألف عافية وانت بخير صحة وسلام إن شاء الله مشاهدينا من التواصيل معكم مع شركة المصري المعدات الصناعية مميزين لكل الاحترام لأخونا وحبيبنا الباش مهندس الحاج بلال المصري اللي هو بالفعل صاحب هذه الفكرة اليوم بعد أكثر من ثلاثين عاماً تستمر وتمضي قدبها كل عاماً تبخير تعرف عليك اياد البدون طول كرن انا وسهلا فيك اياد شو طبيعة عملك صارة صارة ما شاء الله عنها طيب أعطيك الصحة كيف تحضيرات العيد الحمد الله ما شرحان ما شرحان الحمد الله يا سيد أهلا وسهلا فيك شركة المصري المعدات الصناعية بتعرفها؟ سنع فيها أو علامة آي ميك؟ يعني هيك يعني إن شاء الله بتتعرف بزياد عنها إن شاء الله طيب هي الشركة موجودة لها فروع بعدة محافظات في فلسطين في طول كرم مقابل لتربية التعليم والملعب البلدي فرعها موجود فرع مميز بتروح عليه إن شاء الله وإذا كان بدك أي معدة صناعية من هناك بتلقيها أكي؟ جايز السؤال؟ أه تربح معنا؟ شاء الله ما هو الحيوان الأكثر تحملاً للعطش؟ شاء الله أه أتمنى لهم بتوفيق ملاك بالتوفيق المشاهدين العزاء أكيد مع شركة المصر المعدات الصناعية متواصلين وأهلا وسهلا فيكم كل عبتكم أنت بالف خير رأي رضي عليك أبو جوائد موسى أهلا وسهلا فيك وطبيعة عملك أبو جوائد بالحجر والله يلا يا سيد الله يعطيك الصحة والعافية كيف التحضيرات تلعيت والله الحمد لله ممتازة برج إن شاء الله من زايد لزايد طيب اليوم برنامان جنب العي كريمي من شركة المصر المعادات الصناعية شركة المصر أكيد اسم لديه ماركة حتى مسجلة آيميك تعرفهم أو سامع عنهم آه بعرفهم سامع عنهم عشان بسمعهم اللقات كثيرة معهم آه شفت اللقات كثيرة لهم آه مصبوط تمام كثير تمام يا سيد الله يعطيك الصحة والعافية وعليك رب أكيد معداد الصناعيين المميزين وإنتوا كصناعيين تستخدم 100% صح شو متع معداد الصناعيين تستخدم المفرقاء المقادح الباتيشون الديسك الكونغو أشغلات كثيرة لهم يعني بالسوق تمام تمام أكيد آيميك علامة ترجالية مميزين طيب سيدة بدأ نعطيك سؤال صدق تمام بتجاوب عليه تربح معنا جائزي تمام هلأ خلينا الركز مني السؤال بتعلاق بفلسطين بس كيف السؤال بيكون كالتالي مدينة خلصطينية تمام فيها يوجد أثار رومانية جوات المدينة مثل إيش أثار رومانية كدس بعيدا عن الكدس بدش أ لأنه أنا مش بصراحة خليل عندك لا ما فيش فيها يعني جوة المدينة أنا بيت لحم أوكي ممكن ومين كمان نابلس نابلس موجود مصح منابلس مظبوط نابلس موجود صح مصح مية المية إيجابي صحيحة لإلك أكيد وأنا حد كمان مش عاو سأعطيك كوبور سأعطيك كمان هذه المفرقة من شركة المصري للمعدات الصناعية شركة المصري الهندسية بتقول لكم كل عام تخير تفضل هذا الكوبون طبعا الكوبون هو عبارة عن خصم بالإضافة إلى هدايا عينية وهذه كمان مفرقة لإلك شو بتقول لها شركة المصري كثر الله خير انطل عامته بألف خير يا رب إن شاء الله للأزود الأزود مشاهدينا متواصلين مستمرون معكم أكيد مع شركة المصري المعدات الصناعية كل عام تبخير منتبخير صامير من زيتا يا صامير كيف عنا الله يرضى عليك شو تشترسل فشقي العامل عامل أهلا وسلام مرغم نيحة نحمن تحضرات للعيد تمام الله يعيننا إن شاء الله يا رب أهلا وسلام فيك طيب اليوم برنامجة برعاية كريمة من شركة المصري المعدات الصناعية والهندسية المعدات الصناعية شركة مصر الهندسية المعدات الصناعية عفوا ولكن يعني اليوم بكل ما تقدمه هذه الشركة أكيد هي متميزة تعرفها شركة مصري اي ميك اي ميك صحيح صحيح ممتاز شركة اي ميك أكيد موجودة في طول كرم مقابل التربية والتعليم والملعب البلدي وموجودة في عدة محافظات جنين من كالكريلة بدأت نابلس قريبا ورم الله أهلا وسلام وكل محافظات الوطن أهلا وسلام فيك منتجاتها موجود يعني حتى في الخليل الموجودة منتجاتها في بيت لحم في نابلس في أريحا أين بتكون موجودة منتجات شركة المصري المعدات الصناعية جاهز يا سيد العزيز يلا نعطيك سؤال صغير يلا صعبة إن شاء الله طيب كم ما كثت حرب عام 67 بين عدد من الدول العربية وإسرائيل كدهش بالأيام ست أيام ست أيام مش أكثر مني نا جواب نها جواب نها إجابة صحيحة ستة أيام مكثت هذه الحرب تفضل هذه كوبون من شركة المصري المعدات الصناعية طبعا هذا الكوبون هو كوبون في خصم وفي إن شاء الله هدية عينية تمام تستمهى من شركة المصري المعدات الصناعية إيش بك الله يوفقهم ويزيدهم من نعيمه ويبتح عليهم مشاهدينا لهون نوصل لختام حلقتنا المميزة عبر شاشتكم تلفزيون السلام ودائما وابدا من شركة المصري الهندسية المعدات الصناعية من خلقين يبدأت وانطلقت إلى كل محافظات الوطن وإلى حتى خارج فلسطين كل التحيي للقائمين على شركة المصري المعدات الصناعية أكيد شوفنا الناس وخاصة الناس اللي بيستخدموا هذه المعدات الصناعية مدحوا في الشركة ومدحوا بالعلامة التجارية المسجلة باسم والتابعة لشركة المصري المعدات الصناعية حقيقة المتواصل معكم كل التحيي لإلكم وينما كنتوا وينما أنتم ما تنسوا فرع طول كرم اللي موجود مقابل مدرية التربية والتعليم الملعب البلدي إلى اللقاء